امر المرشد الايراني بتشكيل غرفة حرب اقتصادية تعنى باتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد بفعل الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي والعقوبات الامريكية عليهم وما قد يحدث مستقبلا في حال لحاق الاوروبيين بالركب الامريكي الغرفة اتخذت حزمة من التدابير لمواجهة الوضع ابرزها منع اكثر من 1300 منتج مستورد من الدخول الى اراضيها بحجة توفر بدائل في الداخل وتبدو الخطوة ردا على فاشل اجتماع فيين الاخير من التوصل الى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي لكون ما عرض على الايرانيين من قبل الاتحاد الاوروبي لا يلبي مصالح طهران واشارت مصادر مطلعة الى ان النظام الايراني طلب استعادة 300 مليون دولار امريكي من استثماراته في المانيا بهدف استخدامها لتعديل اوضاع بلاده قبل تنفيذ العقوبات الامريكية المرتقبة الى ان الجانب الالماني اكد ان بلاده ستدرس الطلب الايراني حت وقت من انشاء اللحاني حت وقت من اشتركوا في القناة